السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج الجوكر دايما بقول الجوكر هو شخصية إيجابية صرف 100% بيشتغل إيجابي على الناس وبيحاول يبص طاقة إيجابية صباحية للجميع الجوكر وبرنامج نعم أستطيع دايما بقول مش مجرد كلمة بتتقال نعم أستطيع أقوال تليها أفعال النهاردة حلقة رقم 268 من البرنامج والنهاردة حلقة في جمهورية زفتة وبتتكلم عن شعلان في مجلس النواب هبدأ أول فكرة النهاردة ومعايا صورتين هتكلم عن ترشح المهندس وليد شعلان ابن مدينة زفتة والصنطة في دخول البرلمان ونواب 2020 بإذن الله عايز أقول لكم أن الانتخابات طبعا على الأبواب و2020 خلاص بدأت تاخد حيز التنفيذ الرسمي وبإذن الله هي رسالة لكل شخص بيرشح نفسه شاب بالذات إنشى فيها باشا وخش قوي وإن شاء الله الفترة دي هي فترة الشباب عايز أقول أول حاجة التنويه عن مجلس قروي سيمبو الكبرى يمكن المهندس وقيتش علان من قرية سيمبو الكبرى مركز زفتة محافظة الغربية وهذا المجلس ما طلعش منه مرشح أبدا 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 يعني طول عمرة دايما بننتخب ناس تانية ولكن عمرة ما جاء مرشح أبدا من قرية سيمبو الكبرى ولا مجلس محلي قرية سيمبو الكبرى فكتر فرصة أن يطلع شاب بصور في السن يحمل ثقافة وفكر وبتكلم عن الترشح لانتخابات مجلس النواب خد الجرأة وخد الجراءة وخد الصبك وبيقول الشباب يستطيع الشباب يتحدث أطلب وأرجو وأتمنى من كل كرة وحدة سيمبو سواء سيمبو الكبرى أو ضمنهم الوحش أو حنون أو كفر سيمبو وكفر غازي وكفر الزتون وكفر شمارة ومية راخة الالتفاف حول مرشحهم ابن قرية سيمبو الكبرى المهندس وليد السيد شعلان فعلا أول مرة جماعة نطلع مرشح شاب ولكن ويشعلان خد السبق وبدأ ياخد الجوالات وينزل للقرى ويلف في القرى 56 قرية في زفتة مع 24 عزبة وكفر 44 قرية في السنطة مع 26 عزبة وكفر وقيد شعلان بدأ يتجول الكرة ولكن أين شباب وكبار قرية سيمبو الكبرى من دعم هذا الرجل أين الدعم المطلوب من أهالي قرية سيمبو الكبرى هو أيه الدعم بزبط المطلوب هنفصل لكم بالراحة يا أهل سيمبو ياللي فتسمعوني محتاج صوتك لا خلاف عليه هتدري ابن بلدي أكيد طبعا لا خلاف على أن صوتي هيروح لابن بلدي المهندس وقيد شعلان اتنين عايز صوت من بلدي تانية يديني صوتك يا ابن بلدي وشوف لي ودور لي ويقنع واحد تاني بصوت عشان نقول مرشح قرية سيمبو الكبرى للأمام بس كده لا يا فندم محتاج منك كمان تطلع لي وتيجي معايا وتزور وتروح وتيجي وصولات وجوالات في مختلف الكرة ومركز زفتة والسنطة لازم أطلع برجالتي لازم يحسوا أن القرية وقفة وراء ابن بلدها وإيد شعلان مش مرشح نفسه ولكن مرشح قرية سيمبو الكبرى هو ابن القرية ما تحطط في موقف إدارة حملة انتخابية بكده لأن ما كانش فيه مرشح المرة دي وقيت شعلان بيعمل وبيصنع عشق جديد قرية سيمبو الكبرى تدير عملية انتخابية شباب وكبار وصغار أشكر أربع خمس شخصيات بيدعموني لحتى الآن بيطلعوا معايا كل مشوار بيروحوا كل حتة أستاذ أيمن دادار وأسامة دوايدار وهانيد ويدار أستاذ محمد النص أستاذ محمد أبو هلال أستاذ عامر خفاجة وأختي مديرتي الحملة خلوة شعلان عاملين شغل حلو قوي ولكن أين بقية شباب القرية أشكر كل شخص بيحطي لي بوسط على الفيس ولازم يحصل ده السوشيال ميديا دلوقتي شيء مهم جدا جدا لدعم المرشحين رجاء وأمل من أهل قرية سيمبو الكبرى كبارا وصغارا لازم تخرجوا جميعا للشد من أذر ابن قريتكم وليه شعلان بصوتك وبنفسك ولازم تروح معا كرة وتلف معاه وروح أفراح وما يتم لازم كلكم تقفوا على وقفة رجل واحد لمدة أربعين يوم والكرسي جايل لكم إن شاء الله اصدر في الصحة يخلص وكل حاجة في وحدة سيمبو الكبرى إن شاء الله تخلص على أيدي المهندس وليد شعلان آخر حاجة بقى رسالة للشباب رسالة للشباب زفتة والسنطة بالليه عليكم بالليه عليكم اوعوا تجروا الرمال السياسي بالليه عليكم اوعوا الكارتونة والزيت والسكر واللحمة بالليه عليكم اوعوا أكبر السن اللي وصلوا 65 و 75 و 75 بالليه عليكم ادوا بقى فرصة للشباب وحاسبونا ادوني فرصة وحاسبوني أنا مش غني أنا مش رأس مالي والله ما عنده عربية ولا عندي أي حاجة ولكن عندي فكر وثقافة ويقين وردة وإيمان وصبر شديد علينا غير في البلد دي وهو غير بإذن الله سواء كنت موجود أو مش موجود ولكن دوماً اختارنا غلط دوماً نجيب واحد معه فلوس كتير قوي ويدحك علينا بمي الجنيه ويسيبنا ويمشي حرام عليكم اختاروا صح بقى مرة ما يقولش لي أنا والله شخصياً اختاروا صح الشاب فعلاً مصاقب فوعي وعنده جهد وعقل ونطج وفكر ورسالة ورؤية حساً تغير والله لما دايماً كبير السن مش قادر يتكلم ولا قادر يتحرك ولكن شخصية كويسة لا خلاف ولكن المجلس محتاج مكوك فضائي محتاج جوكر محتاج حد يروح وييجي ويصول ويجول عشان نغير زفتة والسنطة الأمان طيب أنا عندي كده جولة انتخابية سريعة في كام مكان وهبدأ به جولة انتخابية في قارد سندبست معنا صورتين قارد سندبست دعاني فيها الأستاذ المحترم يسري الجحش ابن قارد سندبست في مؤتمر صغير في بيته ودعالي بعض العائلات وبصراحة كانت قاعدة ممتازة ومميزة لديها عائلات الرويني وعجاج وبكر وبكر وعائلات كثيرة والجحش وعائلات كثيرة جدا وكانت ندوة محترمة جدا والله روح تناس ناس عملالي يفطى في بيتها مجمعين الناس محترمة جدا بعتين لعربية توديني وتاخدني شيء محترم جدا بدأوا يحترموا يعني أنا ما شوف دي 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 بقى ان المرشحين يجيلوا عربية لحد اللي بيت تاخدوا معنا كان الناخبين عندهم وعي ثقافي ومحترم جدا جدا أنا اتصدمت مئة الراجل بقيت لعربية وعملي يفطى ومصادرتي في بيته عمري ما شوفته دايما اروح بيوفطي واروح بعربياتي واروح بناسي صندبست ضربت أربع الأمثلة والأستاذ يزر الجحش مثال حي دي الفكرة دي بصراحة كنت بيني وبينه مناك زي ما كنت بين أهل يسموا بالضبط أشكر المحترم أستاذ يزر الجحش ومن هذا المكان طلع شاب محترم اسمه الأستاذ محمد الشيربيني قال جملة حلوة قوي 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 في فيديو هعرضي لكم كمان شوية بيتكلم عنه لما قاعد واسمعني وقال أنا شايفك أتنجح لا بالمال السياسي ولا بأي حاجة ولكن بكلامك اللي اسمعته النهاردة وقوة إيمانك ويقينك إن شاء الله هتنجح فيديو صغير يا جماعة هنجهزه ونعرضه للمحترم الأستاذ محمد الشيربيني ابن قرية كفر فرسيس هطلع الفيديو وارجع لكم تاني كونوا معنا كلامية ليست مادية ولكن كلامية وقدرة على التأسير والإقناع وأنت مخاطب شباب وكتلة شبابية تمتلك صار وحك كبيرة التعليم حضرنا فاتخاطب الناس دي فانت إن شاء الله تاخد أصوات كتير بما تنتلك بما تنتلك وقلتك على التأسير والمقنع لإننا كلنا مقتنعين بكلامك وحديثة جذاب ومقنع ومقنع وبأمر الله أنا من أصلت عن نفسي ونيابة عن عائلتي عائلة الشيربيني في فرسيس وقبل فرسيس إن شاء الله نحن بالأيدك ومبايعك لإن أنا اقتنعت بك وكلامك وكلامك للأب للأب وإحنا ناعر لله يا رجال المالي السياسي نعم للغلابة ناعب الغلابة بأمر الله نحن معاهات المجيزة ويوما راودين منكم ناعب لله معاهات ناعب لك ضاقر ضاقر لما تحكمت حركاتوها يسخروا جنع وكستو رسول معا اللي أبطر الله عليك يا سيد محمد وكلامك التحفيزي اللي خلاني طالع من قرية صندبست وأنا عندي أمل وتفائل غير طبيعي كان أول جولة ليا بعد ما خدت نمز الشمع وبدأت تتجول للكرة أول دعوة من قرية صندبست وبصراحة أسلقتم صدري والله شفت منكم التفائل الشديد ودائما بقول تفائلوا بالله خيرا والرسائل ربنا بتجيلي دايما على إيد أشخاص بتدعمني وبتخلينا أكمل الأمام وأقول لا شيء مستحيل إن الله على كل شيء قدير ونعم أستطيع الجولة الثانية بقى كانت عند المحترم محمد الشربيني بعد كلمته دي قال لي يا فندم هعمل لك مؤتمر صغير في بيتي في كفر فرسيس وفي صورتين هنا عارضهم روحت كفر فرسيس مجموعة شباب جديدة ومجموعة عائلات محترمة جدا 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 وعملوا لي يفطة جديدة وبعتولي عربية تخدني بنفس النظام وروحت هناك عملت خطة اجتماعية ظريفة جدا مش سياسية والله بدون وعود قلت لهم إن شاء الله يكون خلوق ومحترم ووصحكوا الكرسي لن أكل ولا نأمل ده شعاري والله لأقول لهم بجيبلكم الصرف لحد عندكم ولا عين عيالكم ولا الكلام اللي بندحك علينا بقالنا عشرين سنة كل واحد يكتهد قدر استطاعته ويحاول لقدم لأهل دايرته كل شيء صح أوقاتكم يا أهل دايرتي يا أهل قفر فرتيس يا أي حد استضفني وكانت معاه والله وأقسم بالله العظيم لكون فعلا في هذا المكان لله وفقط إن لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس حببهم إلى الخير وحبب الخير إليهم إنهم الآمنون من عذاب الله يوم القائمة وبإذن الله أنا لها أنا له هطلع من قرية قفر فرتيس المحترمين لقرية تانية في مركز تاني قرية الرجبية في مركز الصنطة والمركز دا جماعة خد ناس سنادي كده زيادة دايما زفتة لزفتة وصنطة لصنطة فالرجال حبوا يدايقوا المستقلين لزينا فدوهم مركز زيادة فابقت صعب قوي ولكن لا شيء مستحيل وأكرر توصلت مع شاب جميل محترم اسمه بدير خطاب من قرية الرجبية وعزبني عليهم عنده وروحنا له الصنطة قرية الرجبية فيه صورة بنعرضها جماعة رحنا عادنا مع العمدة وفي الدوار عندهم هناك شباب محترم مصقف واعي بيفهم بيقدر يمكن خذنا ساعتين مواصلات أو ساعة ونص ولكن كنت مفسوط أول مرة زور قرية معرفهاش قرية جديدة استكشاف الجولة دي جماعة خلت وقيد شعلان ذات سيكو أكتر ذات رؤية أكتر وأنا بتكلم في برامجي بتكلم على الناس شفتهم بعناية مش تمعت عنهم في التلفزيون شكرا لأستاذ بيدير خطاب ابن قرية الرجبية مركز الصنطة وشكرا للمحترم عمدة الصنطة هندخل بقى على أفراح جولة أفراح دي جولتي في الأسبوع اللي فات سواء أفراح أو مياتم أو جولات انتخابية هبدأ بأول فرح وهو فرح عائلات الفولي ومعنا صورة عائلات الفولي وفريخة بكبرى العشرة بمدينة زفت طبعا كان رفقني في الرحلة دي أخويا وحبيب الأستاذ محمد ظهرة والمحترم الخلوك كابتن مندو هدرة ألف مبروك ودوما بالرفاق والبنين كنت مبسوط أو أن أنا أول مرة جامل في فرح وأنا داخل على عضوية برلمان كنت أتكلم مع الناس في الفرح على السياسة أو على البرلمان وهنعمل إيه أول مرة أتكلم في فرح من جوة على شيء إيجابي ودي ممكن أول جولة بقى أعملها فأفراح إيجابية بصح الصورة الثانية معنا فرح ابن أخت الأستاذ المحترم وائل سعد وائل سعد وحبيبي واخوية وكان فرح ابن أخته وروحت أنا والأستاذ مندو برضو كالعادة مندو هدرة وعصان باللوزة وعطيها زغلول ورفاقه مزيد وصيف وكان فرح متميز جدا 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 كان فيه يجوب الود والاحترام وبصراحة برضو كنت حس أني بعمل شيء إيجابي مش بعمل فرح بس أنا بتكلم مع الناس بوعيهم فيه صورة اللي عريسه العروسة طياريتل معاهم فرح مميز قوي قوي ألف مضروك لعريسه العروسة وإن شاء الله بالرفاق والبنين وقلت له يا عريس راجع نفسك بس لأسف ما سمعش الكلام وكمل فرح وبالتوفيق يا فان ثالث فرح معنا عائلة الشباصي بدهتورة جات لدعوة محترمة من أبناء دهتورة المحترمين وروحت تزورتهم هناك في قلب دهتورة الأستاذ وقل الشباص المحترم عزمني هناك وروحت كنت مرسوط قوي نانا بين أهل دهتورة المحترمين يمكن دي تاني مرة زور دهتورة بعد ندوة قريب لقيت ود وترحاب من ناس كتير ناس كتير معرفهاش بيشوفوني في التلفزيون لما شافوه ناك قعدوا معايا برنامج جاك يا فاندم هتعمل يا فاندم كنت مرسوط قوي 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 وانا وسط القرية المحترمة دي وانا وسط أهلاء المحترمين صورة العريسة العروسة ربنا يوفقهم بالخير وكالعادة قلت نصحت لي يا ابني خد بالك راجع نفسك بس العريس كالعادة لا رضي ياخد باله ولا راجع نفسه في الصوت عريسة عروسة يا شباب يا ابني عروسة يا سمحتوا ألف المبروك بالرفاء والبنين يا فاندم وان شاء الله زيجة صلحة وان شاء الله بالرفاء والبنين وان شاء الله أجأ زوركم قريبا في فترة الانتخابات وصوتكم معايا ونفسكم معايا ودعمكم لي يا رب صورة بألف معنى الصورة اللي جاء دي يا جماعة صورة غريبة الأطوار شوية صورة بألف معنى والله الصورة دي كنت رياح الفرح ده فكل قالي يا وليد ورشح نواب وجاب الموتسكل ثم والله أنا مش رأس مالي أنا ما عندش عربية والحمد لله ماشي بضمير جدا 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 لقيت الموتسكل بتاع الزميلة الأستاذ المحترم صديق وعش رو وعمر منذ هضرة أروح الفرح ولما أروحش أروح طبعا إيه المشكلة ما فيش الموتسكل رحت الموتسكل الصورة اتخذتلي وناس يقيتلي نقضتني أنت بتتفزي الناس لا والله أنت بتقول بقى شيء يقوله وتواضع لا والله أنا رحت عادي جدا واتصرفت ببساطة شدة جدا والصورة دي أنا حتت صورة شخصية وفخور بها جدا 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 لأن بصراحة أنا ما عندش عربية ولا عمرها أجيب عربية وأول عربية عربية لما يكون وزير أو محافظ أو مسؤول أو رئيس الجمهورية ودي أول عربية في حياتي عربية البلد بجد أنا ما عندش عربية وفخوره على فكرة ما عندش عربية الصورة الثانية المهمة جدا 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 عندي وبقول دايما على قلبي هو الشخص اللي بيدعمني دايما وأبوي الروحي والد الروحي شخص تعشكه زفتة كلها وأنا أول العشكون له شخص بعد تز بي من زمان وأنا عندي عشر سنين وتقول نفسي عود جنبك نفسي عود معاك ولفت لليام وعدت جنبه كتف في كتفه أبويا وأخويا الكبير وزعيم زفتة المحترم الحاج محمد أنور مصلح محتاج دعمك حج محمد معركة الشرسة جدا جدا ولكن بوجودك وجود المحترمين الشباب لهم دور بوجودك وجود المحترمين المثقفين لهم دور وإن شاء الله نتغلب على المال السياسي وندخل البرلمان بفضل ربنا أولا ثم بفضل المحترمين أمثالك حج محمد دعمك لابنك وليد شعلان ولكل شاب بغيوره على مصلحة بلده أولا وزفته والصنطة ثانية في فيديو صغير أو يا جماعة دلوقتي هنجهزوا والله الفيديو ده هو من ولد طيب جدا جدا كان زميل دختة كان زميل تختة والله وأنا فيقول ابتداء أظهر كمعايا لحدثات ابتدائي هو الطيب الجميل البسيط جدا جمال إبراهيم عبد الله هستمعكم ليه جملة بسيطة جدا للولد ده هو قاعد مبارح مع شوية شباب في البلد ويقول لهم وليد شعلان هنتخبوا لا تنتخبوه تعال نشوف الفيديو الصغير أو ده وأرجع أكمل معكم الراجل إحنا نجاب واحد من برا ما ينفرحش إحنا قولنا بطيس ينبو وإيدي بطيس ينبو كلها تمن أي واحد أي واحد عاودي يجي يعمل حاجة إيه تسويل شعلان الله عليك يا جمال والله ده جمال يا جماعة شخص بسيط جدا 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 قريب من ربنا قوي 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 كانزميل داختها وأفتخر أنا مراوح البلد بسلم عليه وغضوا في حضن أقول لهم يا جماعة كانزميلي وكان دفعتي يمكن الزمن جرع عليها ولكن يبقى الدفع ويبقى الزمالة ودعوته الطيبة دي هي دعوة أم الله رحمه لكابة دعالي والله افتقدتها ولكن بدعوة الشخص الجميل ده أنا متفائل جدا جدا شكرا يا جماعة دعمك شكرا حماسة ترطور شكرا لكل حد بيدعمني من أهل قرية سيمبو الكبر دلوقتي هطلع على قرية اسمها قرية السحمية بمركز زفت قرية متواضعة جميلة صغيرة ولكن كبيرة بأهلها وناسها وأعمالها أشكر فيها صحابي وحبايبي أستاذ الشامس صنباطي والمهندس رفيق شعلان عايز على تكام مشكلة الأول قبل معرض صور القرية عزا أكلم عن بعض المشاكل فيها ولوهم بعض الطلبات بيسعوا ليها بيقولوا دايما رصف مدخل القرية بعد أن تأمن عمال الحفر والصرف الصحي يا ريت نرصف القرية أتمنى نظرة المسؤول ودايما رئيس المدينة دايما رد الشئ لأصله وأنتمنى عدم تجاهل مدخل قرية السحمية أو قفر السحمية اتنين عندهم محاول الكهرباء بشارع مسجد النور عايزين يتغير يا ريت عشان متهالك جدا جدا يا جماعة وعايز يتحول ولازم يبقى نسبة الأمن فيه بقدرة ترفكيلو أتمنى بقى الكهرباء أظن أو مجلس مدينة ما عافش مين مسؤول عندي ولكن نسبة استغيث وعايزين تغيير محاول الكهرباء رقم ثلاثة ما عندهمش ملعب كرة قدم للأسف الشديد والناس مشتاقي متنفس فنتمنى من السيد عدي عبد الحليم والسيد وكيل الوزارة النظر بعين الرأفة والرحمة والسيد المحافظ إلى شباب كرية كفر السحمية وتوفير ملعب كرة قدم لهم أخيرا تغيير أعمالة الإنرارة المتهالكة بطريقه للمقابر بصراحة الموضوع هناك شاز قوي والناس بتقول يا جماعة المقابر المقابر عايزين ننورها عشان لو في دفنة بالليل من احتسي إن شاء الله عايز بقى أشكر بعض الشباب وفي بعض الصور معايا صورة صورة لو سمحتوا كده أشكر أول شاب وهو المهندس المحترم رفيق محمد شعلان رفيق شعلان هو استشاري الأعمال الميكانيكية والتكيف وأحد الشباب الذين يسعوني لخدمة الناس والمنفعة العامة للجميع الصورة الثانية هو للمحترم ابن القرية الرجل الكبير المحترم المتواضع الحج سيد كشك حج سيد من الناس الدقوبة جدا في العمل التطوعي وهو مدير عام سابقا في وزارة الزراعة الصورة جماعة وهو مدير عام سابقا في وزارة الزراعة شخصية محترمة بشوشة يحن الحب والخير لأهل قريته الكثير والكثير ربنا أدرك يا حج سيد الصورة الثالثة معنا أخويا وحبيبي الأستاذ هشام الصنباطي أمين مساعد المجالس المحلية لحزب حماية وطن محافظة غربي هشام أشرة عمر شخصية جميلة الجمعة الرابعة والنصف عصرا زيارة ودية رسمية ودية لأخويا وحبيبي هشام ورفيق وزيارة رسمية هي جولة انتخابية الصورة الرابعة للمحترم المحاسب محمد عبد الفتاح عميرة شخصية جميلة جدا كالنتم رايح في تليفون يحملنا الفكر والثقافة ما لا يحمله الكثير والله يا بسم محمد أنا أتشرف بيكم إن شاء الله يوم الجمعة وتمنى نفسك ودعمك معنا وأهل كفر السحمية الصورة الرابعة للأستاذ المحترم إسلام المصطفى سليمان وهو مسؤول أخصاء الأمن والسلام المهنية شاب طموح جدا جدا تجده حاضرا في أي موضوع فيه مساعدة الفكراء شاب كويس ومحترم من خيرة شباب كفر السحمية الصورة الستة والأخيرة الأستاذ إسلام نجيب سليمان كبير مسؤول السفتي بشركة الغاز ورجل ده جماعة نشيب جدا برضو يتحرك في أكثر من اتجاه في وقت واحد هدفه خدمة قرياته ورفعت شأنها وهو قدوة للكثير من شباب القري إن شاء الله زيارة ليكم إن شاء الله يوم الجمعة الساعة أربعة عصر هتكلم دلوقتي على قرية كفر ششتة هتكلم على دورة كرة قدم دايما لبطل ما فيش صورة للفقرة دي يا جماعة دورة البطل الشهيد الرائد عمر خالد حسين على ملعب كفر ششتة ودي النسخة الرابعة العميد خالد حسين هو طبعا والد الشهيد ورئيس مجلس الدارة والأستاذ قابل خيال أمين السندوق وبقية المجلس شكرا لكم يا جماعة على إنشاء دورة محترمة يوم الجمعة الساعة ثلاثة عصر لفتتاح الدورة دي أمع عليها برضو سابقا المجلس السابقة بقية الأستاذ المحترم خيري حمزة رزق ومجلسه المحترم بقية العمدة الحاج محمود أبو حسين عندي شوية مشاكل وهي أول مشكلة معاناة أهل منطقة مسجد الرويني معاناة صورة للاستاذ المحترم السيد فاروق عبدو بيقول إن عندنا انقطاع إنارة عمزة الشوارع بمنطقة مسجد الرويني بسندبست التابع لمحاول أرض الجزيرة ياريت يا جماعة يضغير المحاول أو يغيره العمود معاناة صورة كمان لمشكلة حانوت وهو كبرى مبارح في مدخل حانوت يا جماعة وقع وفي حصل سقطة فيه ده المدخل الرئيسي وكده البلد وقفت ولكن نشكر المحترم محمود أبو حسين والمحترم أعضاء مستقب الوطن ورئيس المدينة والمحافظ وهيئة الصرف الصحي لسرعة توجههم والحمد لله للمشياب تنحل وفي إياد في سورة عندي يا جماعة حصلت مدبحة 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 ولد صغير اندبح شباب بتهزر مع بعضها بيهزروا بالمطاوي وفجأة جات رئابة الولد ده وفجأة أصبحت محزنة في قرية السمب الكبرى وفجأة فقدنا شاب من أفضل شباب القرية هزار بين اتنين بيستخفوا بمطوتين يطير ولد ولا يروح استجن ولا يروح المكابر لا إله إلا الله حاسبنا الله ونعمل وكيف إزاي وليه إزاي وليه جماعة ليه بنعمل ده مش عارب بصراحة آخر حاجة عايزة أقول عزائي للحاجة عزيزة أنور جضالة والدة كابتن محمد فتحي جضالة وكابتن عبدالله فتحي جضالة وكابتن صبري فتحي جضالة منية المبشرين والعزائي من كابتن محمد عمار بصراحة البقاءة لله والدهم لله ربنا يرحمك يا رب الحاجة بسيمة علي موافي من قرية دمانهور وعمة الاستهاز إهاب عبدالصمد موافي وخالة الأسطى فنجاري موافي من قرية دمانهور حصل مسكه ربائي والستة توفاها الله يا ربنا يرحمك يا رب وربنا يسكنيك فسيح جنات آخر حاجة عايزة أقول الأستاذة المحترمة جيهان صابر ألف مبروك يا فنزم توليك منصب مدير إدارة التعليم بزفتة وعايزي أرض عليك شكوى سريعة من الأستاذة المحترمة عفاف زمزم عندها شكوى نقلها من قرية صندبص إلى قرية الغريب أو دونهور يريد ترجع مكانة تاني قدمت شكوى واثنين وجابت قمضة محافظ ووكيل وزارة ولكن حتى الآن نرى تعنت شديد نتمنى عرض الأمر عليك وأرجع الحق إلى حقه وأرجع عزيز السيدة المحترمة إلى مكانها حتى تستكين أختم حلقتي وأقول لكم الحمد لله النهاردة دي حلقة مميزة وإن شاء الله أشوفكم على خير إن الله على كل شيء قدير ونعم أستطيع أراكم دوما على خير سلام الله عليكم ورحمته وبركاته